اتكار رقمي سوري يساعد من هو محتاج عاصى المكفوفين تتألق معها الشقيقتان فاطمة وياسمين اسماعيل وتحصدان المركز الأول ضمن مسابقة الابتكار الرقمي التي تنظمها الأمم المتحدة في ظل دعم حاضنة المعلومات بفرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في اللذقية مشروعنا هو عبارة عن باين تيك هو عبارة عن أول عصة ذكية ناطقة باللغتين العربية والإنجليزية للجنب المكفوفين دعاء في البصر جميع المخاطر اللي بتعرض حياتهم وخطر في حال حياتهم اليومية في حلقان الكفيف ما شوفوا قدام بركة ماي بتعطي العصة انذار صوتي ناطق أمامك مياه درج أمامك درج حفرة أمامك حفرة أمامك مياه أنت في مكان مظلم مع احتزاز الكفيف لا يعرف أنه في مكان مظلم طبعا الإضاءة بالمكان مظلم هي انذار للآخرين لتجنبهم ويعرفوا أنه هذا الشخص كفيف ما في حال إمكانية شحن العصة والعثرة العصة في حال ضياعها من خلال جهاز بس يضغط على الكفيف بقدر يسمعه وين مكان العصة مشاركتنا بالـ WSA هي عبارة عن مسابقة عالمية كانت مشاركة فيها تقريبا مئة دولة وكانت في تلاتمائة تقريبا تلاتمائة طلب مقدمة من هذه الدول ونحن كنا من الخمسة الفائزين طبعا نحن مشاركتنا بهذه المسابقة مع منظمة الأمم المتحدة اللي بتضم 160 عضو 180 عضو كانت هون المشاركة كتير مهمة أن سوريا تكون موجودة بهذه المحافلة الدولية بشكل مميز عندها إنجازات على المستوى الرقمي اللي هي إلى تأثير إيجابي على المجتمع وهيضا بظمنا اللي يميز مشروعهم واللي يخلم بين 300 مشروع ينجح كونه بوافق أهداف التنمية المستدامة وإلو تأثير إيجابي بالمجتمع يمكن هيدا وهيدا الجائزة برأيي كتير مهمة أنك أنت تاخد ختم أو امتياز من منظمة مثل الأمم المتحدة بشكل عالمي أنه أنت مشروعك له ابتكار هل أنا بحب أتشكر من منبركن السيدة الأولى اللي هي كانت مآمنة بهيدا المشروع من بداياته من لما كان بروتوتيب كتير صغير وقدمت إلهم الدعم لحتى يمكن كان بالنهاية أنت كشخص عندك فكرة إبداعية لما يكون عندك أشخاص مآمنين فيك وبحلمك وبرؤتك وتكون جهات ذات مسؤولية مجتمعية مآمنة فيك وتساعدك كدعم أنا واسقة أكيد نحن رح تكون إنجازاتنا السورية بالعالم دائما بتشكلنا فخر كلياتنا كسوريين يسجل لحاضرة المعلومات هذا الإنجاز والتي تهدف لتقديم الدعم والرعاية للأفكار الداعية في المجال الرقمي خاصة لدى أوساط الشباب لتتحول إلى مشاريع ريادية لخدمة الإنسان والمجتمع